انفجار بيروت الذي دمر أكثر من نصف العاصمة اللبنانية أضرار كبيرة لحقت أيضاً بعدد من المشاهير منهم من أصيب ومنهم من خسر بيته وأكثر المشاهير تضرراً كانت الفنانة اللبنانية نادين جيمة التي عاشت لحظات رعب عند وقوع الانفجار نزلت 22 طابقاً حافية القدمين وهي مغمسة بالدماء لتطلب المساعدة وتجد من يوصلها للمستشفى هذا منزلها وحجم الدمار والخراب الموجود فيه قالت الممثلة أنها خضعت لعملية جراحية لست ساعات وتمت معالجة جروح وجهها بأربعين غرزة وقد غردت على تويتر لطمئنة متابعيها دموعي ما عم تنشف والخوف سرأ النوم من عيوني أشكر الله كل ثانية أولادي بخير وألا عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروح بتطيب بس النفسية ما بعمرها بتطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحة بالأمهات عم صلي للكل أقصى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين زوجة الفنان اللبناني رامي عياش أيضاً ومصممة الأزياد داليدا سعيد نقلت للمستشفى وهي الأخرى خضعت إلى عملية لخمس وأربعين غرزة طبية أيضاً هذه بعض اللقطات حين كانت في المستشفى غرد زوجها رامي عياش على تويتر أشكر كل من سأل عن داليدا دون أسفنا غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إن شاء الله بنوفيكم جروحها توزعت بين جبينها وأنفها إيديها ورجليها ولكن الحمد لله على كل شي مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تصبح بدمها صرباناً بالمساعدة أكثر من حالنا راغب علامة نشر فيديو للأضرار المادية التي لحقت بيته ولكن من حسن حظه أنه كان هو وعائلته خارج البيت عند وقوع الانفجار هيفا وهبي أيضاً كانت خارج البيت ونشرت عند عودتها حالة البيت وطلبت من متابعيها أن يدعو بالشفاء لمدبرة منزلها التي أصيبت في رأسها وعينيها إليسة أيضاً تحدثت وكسر بيتها نشرت بعض الصور وغردت انفدت بالحديد والممتلكات بس مين بيرجع اللي راحوا مين بيرجعنا بيروت ليس النجوم فقط بل هناك الآلاف ممن فقدوا بيوتهم في بيروت وباتوا في العراء وقد أطلقت حملة كبيرة على السوشيال ميديا تطلب المساعدة لإيواء المتضررين من الانفجار الفنانة الإماراتية أحلام غرتت لو كان عندي منزل كنت فتحت لأي حدا مضرر من الانفجار المجرم بس للأسف ما أملك بيت في لبنان ما أملك ألا الدعاء لهم وفي اليوم الثاني من الانفجار اشتد غضب اللبنانيين من الطبقة السياسية التي يحملونها المسؤولية لانفجار المرفع وقد نشرت الفنانة اللبنانية نجوة كرم فيديو انتقدت فيه بشكل لاذع السياسيين اللبنانيين نسمع دبحتونا ودبحت البلد مثل كأنه ما صار شي طفيتوا أهدافنا وأحلامنا والبكرة تبعنا ومثل كأنه ما صار شي هجرتوا أولادنا وأدمغتنا ومثل كأنه ما صار شي نهبتونا وسرقتونا وفلستونا مثل كأنه ما صار شي شاركنا برأيك هل سيتم محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفع بيروت وهل يمكن للضغط الذي يمارسه المشاهير وأيضا المغاردون اللبنانيون أن يثمر ويتم تقدم أسماء المتورطين في الانفجار إلى القضاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر